الى شرق البلاد حيث وصيب سبعة جنود أوكرانيين بجروح متفاوتة خلال اليوم السابق بمنطقة عملية مكافحة الإرهاب بإقلمة دنباس وزارة الدفاع الأوكرانية أكدت أن الاشتباكات مع الانفصاليين جرت على جميع خطوط التماس في منطقة لوهانسك خفف الانفصاليون هجماتهم على بلدة باباسنايا بينما ركزوا اعتداءاتهم على بلدة بخموتسكي وذلك باستخدام الأسلحة الخفيفة والقذائف الصاروخية وقذائف الهون في منطقة دونياسك تركزت المعارك في هورليفكا ومحور سفيتلو دارسك وكذا بالقرب من مطار دونياسك هذه المناطق شهدت استخداما كبيرا للمدفعية الثقيلة وفق ما ذكر الجيش الأوكراني الاعتداءات لا تزال مستمرة سجلنا سبعا وخمسين حالة خرق للهدنة في هذه المنطقة استخدم العدو في القصف الأسلحة الثقيلة من الدبابات ومدافع الهون كثف العدو نشاطه على مداخل مدينة ماريوبل وكان ملاحظا استخدام العدو الأسلحة الثقيلة خلال ساعات النهار كما وأطلق الانفصاليون أكثر من سبعين قذيفة مدفعية ومائة وستين قذيفة هون على مناطق تلاكيفكا ووودني وشيروكنا ترجمة نانسي قنقر